ومعاتش فاطمة من مشروع الغدير مشروع تابع للهلال الأحمر الإماراتي فكرتنا أن نحن نمكن المرأة الإماراتية أو المرأة بشكل عام من خلال صنع حرف يدوية إماراتية فنحن عندنا أصلا حرف أساسية في مشروع الغدير ومثل ما قلتي نحن تبنينا 200 أكثر عن 260 حرفية نحن نحاول ندمج بين الماضي والحاضر من خلال هاي الحرف فعندنا حرف أساسية اللي هي عندك حرفة السدو والخوص والفخار والتلي فنحن نحاول ندمج بين حرفة السدو والخوص ونطلع منها منتجات عصرية تماشي عصرنا الحالي فمثل ما تشوفين الدمية اللي عندك هاي إحدى الدمية اللي نحن نسويها تنفع للأطفال تنفع أزا دوكريشن لأن فيها ريحة مثل ما قلتي فنحن نسوي هاي المنتجات وأمهاتنا مثل ما قلتي هم اللي يسوون هاي المنتجات فنحن نحاول أنه ما نخلي هاي الحرف أو الأشياء أنها تندثر بالعكس نحن نحاول نغيرها بشكل ثاني نطلعها بشكل يديد شكل معاصر ينفع يكون مثل ما قلت ديكوريشن ينفع تحطينا تماشي العاصر يعني مزجته بين الحضارة والماضي